شكرا لكم العافية السابع نكمل معكم يا ميس بالجزء الثاني من اختبار المراجعة اعفوا اختبار المراجعة للاسلت الوحدة يمشي جمال مسافة 10 كم في كل من ايام السبت والاثنين والاربع والجمعة هل بنا نعرف ما هو الحد الجبري او المقدار الجبري يلي بيعبر عن مجموعة الكيلومترات التي يقطاها جمال جمال بيطلع يمشي اربع ايام في اليوم الاول بيمشي سي واليوم الثاني بيمشي سي واليوم الثانية بيمشي سي كيلومتر واليوم الرابع بيمشي سي كيلومتر يعني أبطل لما أجي أحكي يا ترى كم جمال ماشى بالأربع أيام بحكي سي زائد سي زائد سي زائد سي شوفوا كيف يعني لما يمشي جمال بأول يوم بكون ماشى سي ماشيو باليوم التاني كمان سي وثالث يوم بمشي سي ورابع يوم كمان سي طب هدول أيامي كم بطلع كلياتهم قداش ماشي جمال باجي باخد سي واحدة صح وبحكي يا أبطل تعالوا نجمع كم ماشى جمال هلا السي لما ما يكون فيه قدامها إشي أو أي متغير بكون فيه قدامها واحد شو بيكون قدامها واحد صح يا ميس فهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد رح أجمع الأعداد زي ما أخذنا بجمع المقادير والحدود الجبرية يا يوسف ركز معي فبحكي واحد زائد واحد اتنين زائد واحد ثلاث زائد واحد أربعة إذن يا ميس كم بطلع ماشي الجمال؟ كم جمال ماشى؟ أربعة سي وين الخيار الفي أربعة سي؟ هو الخيار اي تمام يا أبطال؟ الآن يا ميس عندي السؤال السابع بحكي لي أي العبارات الآتية صحيحة؟ الآن يا ميس عندي أنا هنا عبارات وهذه العبارات تحتوي على عملية إيش ضرب إيش وجامع؟ يعني عمليات مختلفة وبدنا نشوف أي هذه العمليات تمت بشكل صحيح هلأ هون عندي يا ميس الخمسة مضربة بالإكس ناقص ثلاث شو بدي أعمل؟ بدي أخذ الخمسة وأضربها بمين؟ بالإكس وبطلع معي خمسة إكس والخمسة أضربها بالثلاث فلازم يطلع معاي سالب خمستاش هم شو عاملين؟ هم جمعين الثلاث والخمسة أو بالأحرطة رحين الخمسة والثلاث وهاي خطأ شو لازم يكون جوابها؟ خمسة إكس ناقص خمستاش تمام يا سابع؟ اكتبوا معي يا سابع تمام يا أبطال؟ الآن يا ميس هون عندي إكس مضربة بالإكس زائد ثلاثة وي تعالوا نشوف يا ترى هل هي صحيحة أم لا؟ الإكس أضربها بالإكس تطلع إكس تربيع الإكس بدي أضربها بالثلاثة وي ثلاثة إكس وي ببقى العدد مثل ما هو بنحكي إكس ضرب وي اللي هو إكس وي أو لو كتبت وي إكس كما مش فارقة يعني لو كتبنا إكس تربيع زائد ثلاثة وي إكس عادي صحيح ما فيها مشكلة إذن يا ميس الفرع بي هي الصحيحة ولكن أنا بدي أشوف شو الأخطاء اللي عملوها هون هلأ إكس ضرب إكس إكس تربيع هون شوف شو كاتبين إتنين إكس وهذا خطأ لازم شو يكون هون إكس تربيع زائد أربعة إكس أيضا مش ضربين الأربعة بإكس هذا غلط بقضرب الإكس بالإكس والإكس بالأربعة صحيح أبطال؟ فبحكي إكس ضرب إكس إكس تربيع زائد إكس ضرب أربعة أربعة إكس عشان نتعلم يا سابع دياكم تنتبهوا يا ميس لهاي الأخطاء حتى ما تقع فيها أثناء الحل يا أبطال يلا يا ميس هلأ هون يا ميس إكس بدأ أضربها بواي ناقص بي الإكس هلأ تنضرب بواي شو بيعطيني إكس واي أحسنتم أو واي إكس مش فرقة ميس هلأ الإكس أضربها في البي شو بدي يعطيني ناقص بي في إكس هم مش ضربين هم يحطين كل الحدود مع بعضها وهذا خطأ صحيح ميس هذا هو الحل الصحيح الآن السؤال بيحكي لي أي المقادير الجبرية الآتية مكتوب بأبسط صورة هلأ هون يمزة نشوف مين المكتوب بأبسط صورة تعالوا نشوف يعني يلي واصل لآخر مرحلة من التجميع تمام الثلاثة إكس ناقص خمسة زائد إكس هل هذا مكتوب بأبسط صورة؟ عندي هون إكس عندي هون إكس مش هدونا متغيرات متشابهة إذن مش جامعين هم مع بعض مش نطلعين ناتج الجميع إذن هو مش مكتوب بأبسط صورة كيف بنكتب بأبسط صورة؟ بحكي ثلاثة زائد واحد مش هلأ إكس قدامها واحد بس ما بنكتبه بحكي ثلاثة زائد واحد شو بعطيني؟ أربعة إكس والناقص خمسة تكتب كما هي هيك صار بأبسط صورة أمهات مش بأبسط صورة الآن يا مس الفراسية عندي إكس تربيع ناقص 2 إكس ناقص إكس هل هذا بأبسط صورة؟ لا ليه لأنه عندي هون ناقص 2 إكس وناقص إكس ليش مش مجمعين هم مع بعض إذن هو مش بأبسط صورة تعالوا نعم بخليه بأبسط صورة الإكس تربيع بنظلها زي ما هي ما فيه إشيء زيها عشان أجمع معها سالب 2 وسالب 1 وننزل الإشارة السالبة وبحكي سالب وسالب سالب ونجمع الأعداد 2 زائد 1 3 هاي يمس الإشارات والإكس بتنزل مثل ما هي هيك صارت في أبسط صورة تمام؟ هلأ يمس هون إكس ناقص 5 إكس زائد 1 شوفوا كيف فيه عندي ناقص 5 إكس وإكس صح هي متغيرات متشابهة الإكس والإكس؟ طب ما تتعالوا نشوف هون ظلت عندنا الفرابي 3 إكس تربيع زائد إكس ناقص 1 هل الإكس تربيع فيه كمان متغير هون فيه إكس تربيع أجمع معها أو أطرحه منها؟ ما فيه هل الإكس هون فيه غيرها كمان متغير مع إكس بقدر أضيف لإله أو أجمعهم مع بعض؟ لا هل فيه عدد قادر أجمعه وأضيفه للسالب واحد ومش مضاف أو مش مطروح؟ لا إذن يامس هذا هو المكتوب بأبسط صورة الفرع بي الفرع بي تمام يا أبطال؟ الآن يامس السؤال تسعى شو بيحكي لي أصل بين الحدود أو المقادين الجبرية المتساوية؟ هلأ لح ما رح نوصل لكن رح نكتبهم هون الام زائد ام زائد ام شو بتسامي؟ موسيقى بتساوي ام ماذا؟ ثلاثة ام لأنه هون عندي واحد 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 فبحكي واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة والام نكتبها مثل ما هي طب الام ضرب ام شو بتساوي؟ ناخد ام واحدة ولأنه ضرب بجمع القوة هاي عندها واحد وهاي عندها واحد واحد زائد واحد اتنين ثلاثة ام تربية والام لما تكون مضروبة بنفسها اربع مرات ام ضرب ام ضرب ام ضرب ام ضرب ام شو بتساوي؟ باخد ام واحدة؟ وبحكي هاي قوة واحد وهاي قوة واحد وهاي قوة واحد وهاي قوة واحد نجمع القوة في حالة ام سوري بنجمع القوة في حالة الضرب فبنحكي واحد زائد واحد اتنين اتنين زائد واحد تلات تلاتة زائد واحد اربع شو بتكون القوة؟ اربعين شو اللي عملتو؟ شو معت الواحدات؟ لأنه في حالة ضرب تجمع القوة فهكي ابطال يا حلوين بنكون وصلنا لنهاية حصتنا لهذا اليوم يعطيكم الف عافية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة